ثقافة دور جوهري في بناء الإنسان وتطوير المجتمع وتقدمه فضلاً عن دورها في صناعة الوعي المجتمعي في مواجهة تحديات العصر ومشاكله المختلفة وهذا ما مثلته الثقافة العربية عبر العصور فقد كانت المرآة التي عكست طبيعة الحياة الاجتماعية والفكرية عند العرب وساهمت في توضيح مكونات المجتمع العربي والقيم الأصيلة الخاصة به بكل ما تمثله من معارف وعلوم وقيم وعادات مقاومات عديدة قامت الثقافة العربية عليها وشكلت مادتها الأساس ولعل من أهم هذه المقاومات الدين الإسلامي الذي مثل طوال القرون الماضية جوهر الثقافة العربية وروحها بما يوثله من عقيدة وشريعة ومنظومة أخلاقية أعطت الثقافة العربية زخماً وجودياً كبيراً كما شكد العقل ركيزة أساس في بناء الحضارة العربية ممثلاً بالنتاج العقلي الضخم الذي خلفه العلماء والمفكرون العرب بمختلف العلوم والآداب والفنون وتراث فكري كبير أثر في الإنسانية جمعاء هذا فضلاً عن الطابع الوجداني لثقافة العربية بما يحويه من ذوق مرهف ومشاعر إنسانية معبرة كانت اللغة العربية أداتها بما تملكه من قوة وجمال أثرت الثقافة العربية ونقلتها إلى شعوب وحضارات أسهمت هي الأخرى في تعزيز دور الثقافة العربية ظلت الثقافة العربية لقرون الموجه الرئيس في بناء الحضارة الإنسانية لكنها اليوم تواجه تحديات جمة ولعل في مقدمتها العولمة التي تسعى لهيمنة الثقافة الغربية في المجتمع العربي مستفيدة من الانفتاح الثقافي الذي تقوده ثورة تكنولوجية هائلة وهما يتطلب جهداً جمعياً للدفاع عن الثقافة العربية وبيان أهميتها لاستعادة رونقها ومكانتها التي تستحقها ترجمة نانسي قنقر